واني نيوز تستجيب لنداء عشائر في كربلاء يطالبون بتحسين الخدمات بمناطقهم ناحية الخيرات جنوب كربلاء تشهد تدهورا في الخدمات والبنيتين التحتية والفوقية خاصة مع خطر الجسر الرئيسي الذي يحتاج لترميم عاجل وتلوث نهر الدوارة الذي يشكل تهديدا بيئيا وصحيا لسكان نحن هنا منطقة مرواية محافظة كربلاء المقدسة نطالب من الحكومة المحلية محافظة كربلاء ووزارة الموارد المائية عدنا عدة مطالب منها تغليف هذا النهر هذا النهر أصبح موذي لأهالي هذه المنطقة ما يسببه من حوادث وموازل الشارع الشارع مساحة صارت قليلة يركز المحتجون على ترميم الجسر وتغليف النهر الصغير وتوسعة الشارع الرئيس لتخفيف الازدحام الذي يهدد سلامتهم وتأتي هذه المطالبات بعد سنوات من الإهمال وغياب الاستجابة من الجهات المعنية لا يوجد مشكلة لكن حلول الترقيعية لا تقدمنا لماذا لا يوجد تبليط واحد جره وحده وهذا النهر أغلبه لأن هذا النهر يرى القصاب دائما استربيل الحرارة المفروضة كملة جره وحده والنهر كذلك هم ماته غلبه حتى يشعر أنهم اقتصادي وهم ماته يخلصنا من هذه الشوائب وبحسب مراقبين فإن الاستجابة السريعة لمطالب سكان ناحية الخيرات ضرورية لتجنب مزيد من الترد الخدمي وتهديد حياة المواطنين بشكل مباشر عبر الحوادث المرورية أو التلوث البيئي على المطير واني نيوز كربلا